ذهبوا للدراسة بغرض العودة بمؤهلات عليا تستفيد منها بلدانهم لكنهم زجوا في السجون البعيدة ليس لجرم اقترفوه أو تجاوز ارتكبوه بل لمجرد أنهم يطالبون بمستحقتهم المالية هذا ما تلخصه الصورة لطلاب اليمن المبتعثين في الخارج كل يوم منذ قرابة ثلاثة أعوام ولا يزال طلاب اليمن في الخارج يطالبون بصرف مخصصاتهم المالية التي تتأخر باستمرار أمام ترحيل حكومي لجميع المشكلات التي تمس مستقبل الطلاب والصمت ممثل بوزارتي التعليم والمالية تجاه استمرار المعاناة الدائمة ترك البعض دراستهم وعادوا إلى البلاد بينما ذهب آخر لممارسة أعمال لا تتناسب مع طبيعة تخصصاتهم ومراكزهم العلمية من أجل توفير الرسوم الدراسية حتى لا تتوقف دراستهم السفارات والدوائر الدبلوماسية في الخارج بدلا من أن تستمع لمطالبهم وترفعها إلى الحكومة وتضغط من أجل سرعة صرف المستحقات همشت مطالبهم كما يقول الطلاب بل وطلب بعض السفراء من الشرطة والأمن اعتقالهم فصل دراسي جديد يتطلب رسوما جديدة وتهديد بالفصل من الجامعات إذا لم يتم تسديد الرسوم الدراسية فلا يكاد يخرج الطالب من معاناة واحدة لينتقل إلى أخرى أشد قتامة وهي دائرة لم يخرج منها الطلاب منذ أعوام من وقت إلى آخر ينفذ الطلاب وقفات احتجاجية واعتصامات ويضطرون للبقاء في مباني السفارات علهم يلقون استجابة لمطالبهم لكن دون أي شيء وضع معيشي صعب ومستقبل على المحك هكذا يعيش الطلاب يومياتهم وهكذا هي أحوالهم في بلدان الابتعاث